وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد حياكم الله جميعا عندي أسئلة كثيرة من اللقاء الأمس أم شيخة من الفجيرة بارك الله فيها سأل ثلاثة أسئلة في سؤالها الأول تقول عندها أخت جامعية في كلية الطب تقول في رمضان الماضي ما صامت الشهر كله بسبب الامتحانات ماذا عليه أم شيخة بارك الله فيك أبلغي أختك بأنه وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام ذلك أن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والصوم ربنا جل وعلا ذكر الأعذار المبيحة للصوم ولم يذكر فيها قضية الامتحانات ولا الشغل ولا العمل ولذلك قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان مريضا أو على سفر فإنه يفطر يترخص بالفطر ولله الحمد والمن وهناك المرأة التي تأتيها الدورة الشهرية أيضا يجب عليها الفطر وتقضي بعد رمضان وليس بين أيدينا قول لأحدنا العلماء على أنه والله الامتحانات عذر للإنسان يفطر بسببه ما عندنا ولا أن الشغل أنه سبب من أسباب الفطر الآن كل الناس تعمل وتشتغل الآن أصحاب الوظائف هؤلاء والعمال في الشمس الحارقة هم صائمون ولله الحمد ويعملون فلذلك أخت الفاضلة أختك هذه تحتاج أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله كثيرا والواجب علي أن تقضي هذا الشهر الآن تبادر إلى قضائه قد جرت العادة نحن نعرف كثير من الجنسين يدرسون أشد من الطب وعندهم دورات ويعملون ومع ذلك ما يفطرون ولله الحمد والمنة وإذا كان عندها والله مثلا كمية كبيرة تحتاج إلى قراءاتها يعني تقرأ من الليل وتجتهد وأيضا تتسحر سحورا جيدا هذه يعينها في النهار فقل لها تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتقضي هذه الأيام في القول الراجح لأنه من العلم من يذهب بأنه لا قضى عليها لكون الذنب عظيم الذنب عظيم الذهب رحمة الله عليه لما في كتابه الكبائر ذكر الفطر في رمضان متعمدا دعا كله من الكبائر بل من أعظم الكبائر نسأل الله السلامة والعافية أم شيخة تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة يعني هل أختمها كل ثلاث أيام أم كل يوم مثلا أو شيء من هذا القبيل أختم شيخة الله يبارك فيك أولا قراءة سورة البقرة في البيت أمر فاضل أمر يعني مفضل محبب مرغب فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والإنسان على قدرته واستطاعته فإن كنت تستطيعين ختم البقرة يوميا هذا طيب إن كنت ما تستطيعين ما في بأس على يومين ثلاث أيام الأمر في هذا واسع أم شيخة تسأل تقول بالنسبة للشخص المسحور كيف يعرف بأنه مسحور أخت الفاضل الشخص المسحور يعرف من خلال يعني طبعا لا يعرف إلا من خلال درجة السحر فمن السحر من يجعل الإنسان فاقدا لعقله ولذلك من الناس من يفقد عقله بسبب السحر ومن الناس من يكون السحر سبب من أسباب التفريق بينه وبين زوجه كما ذكر الله عز وجل في القرآن حياته مستقرة ومطمئنة وآمنة فجأة من دون سبب مادي من دون سبب محسوس انفجر الوضع بينه وهما تفرق السحر سبب من أسباب المرض بحيث أن الإنسان يهده المرض يروح للمستشفيات يروح لكذا يفحص كل التقارير الطبية وكل الكشفات الصحية طيبة وسليمة وهو يشعر بخمول يشعر بفتور يشعر بانزواء هذا أيضا علامة من العلامات بارك الله فيك وطبعا أهل الاختصاص من الرقاط الشرعيين ممكن أن الإنسان يزورهم ويسألهم لأن عندهم خبرة في هذا الأمر أبو عمر من الجزائر يقول عندي أحد الإخوة انفرد بالتركة ولم يعطي بقية إخوته ما حكم ذلك أبو عمر بارك الله فيك بالنسبة للتركة يستحقها الورث بموت المورث فإذا مات المورث استحق الورث ما تركه من أموال ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينفرد بالتركة لوحده ومن فعل ذلك فقد توعده الله جل وعلا بالنار ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذكر آيات الموارث قال وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وله عذاب مهين له عذاب مذل خالداً فيها وله عذاب مهين ولذلك الذي يستأثر بالتركة وينفرد بها من دون عذر من دون سبب هذا والعياذ بالله ظالم بل من أظلم الظلم وهو مستحق لأشد العقوبات ولذلك إذا وجد هذا النوع من الناس على إخوانه أن يذكرونه بالله ويقولون له لا تفعل فإن وضع يدك على هذه الأموال وعدم تفريقها وتوزيعها على المستحق من الورثة ظلم والله لا يحب الظالمين ولذلك العقوبة على هذا الجنس من الناس قبل الآخرة في الدنيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ومن صور البغي أن يستأثر أحد الورثة بالمال وأن ينفرد به وأن يمنع الآخرين وهذا من الظلم العظيم والله جل وعلا لا يحب الظالمين بل حرم الظلم على نفسه جل وعلا قال تعالى وما كان ربك بظلام للعبيد وما ربك عفوا قال وما ربك بظلام للعبيد وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة فعلي أن يخاطبونه ويراسلونه وينصحونه ويعظونه ويذكرونه ويدخلون طرف إن أبى فيرفع الأمر إلى ولاة الأمر إلى القضاء إلى المحكمة إلى الشرطة لهم الحق الكامل و هذا ليس من قطيعة الرحم هذا من باب منع الظلم و النبي عليه الصلاة و السلام يقول يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما يعني معروف فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده أن تأخذ عليه يعني تقصره على الحق قصرا و تمنعه من الاستمرار في الظلم فبلغ هذا لمن يعني ابتلي بهذا الظلم ممن لديك أبو عمر يسأل يقول هل الأرض المغصوبة يعني تجوز هل الأرض المغصوبة التي ليس لها طريق مسلوك أو لا يسلك فيها الطريق العامة أو شيء من هذا القبيل يقول تصح الصلاة فيها أو شيء من هذا القبيل أظن هكذا السؤال الأخ أبو عمر أخي أبو عمر بارك الله فيك بالنسبة للأرض المغصوبة أنا والله نسيت سؤالك لكن أعتقد بأنك كأنك أشرت إلى قضية الصلاة و إلى قضية المرور فيها هكذا عموما أخي الفاضل بالنسبة للأرض المغصوبة الأرض المغصوبة مثل هذا النوع من الورثة اللي يضع يده على الأرض و هي حق للجميع يعني لبقية الورثة هذا غصب يسمى هذا غصب أخذه بقوته و قهر الناس و منعهم من أخذ حقهم هذه أرض مغصوبة الصلاة فيها محل خلاف عند العلمة الجمهور الفقهة يرون صحة الصلاة طبعا مع الإثم و الكراهية بالنسبة مع التحريم عفوا للغاصب و مع الكراهة في أحد الأقوال في قول من مفردات مذهب أحد المذهب الفقهية المعروفة و المشتهرة إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة لا تصح لأن هذه الأرض هي مما يعني مما يصلي الإنسان ينتفع بالأرض حال الصلاة و لذلك قالوا هذه الأرض لا تجوز الصلاة فيها و أيضا لا تصح لأن القاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد و كثير من العلماء يذهبون إلى أن أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها قضية مرور الناس إذا احتاجوا إلى المرور إذا كان هذا سؤال يحتاجوا إلى المرور يعبروا من جهة إلى جهة إذا لم يكن نافذ إلا هذا فلا بأس لأن هذه يعني من الضرورات و مما يحتاجه الناس راشد من العين بارك الله فيه يقول أنا بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين و بعد أن أسبح مئة تسبيح و أكبر مئة تكبيرة و بعدين يقول أني أرقد بعد ذلك قبل الساعة ثلاث أقوم أصلي ثمان ركعات و بعدين الشفع و الوتر راشد بارك الله فيك و زادك الله و حرصه و تقبل الله منك و كثر الله مثالك شي طيب و عظيم أخوي الفاضل بارك الله فيك أنت بعد صلاة العشاء تصلي ركعتين سنة العشاء هذه يسمونها السنة الراتبة البعدية بعدين إذا حبيت تنام و تقوم آخر الليل طيب تصلي أفضل شيء 11 ركعة ثم ركعات مع الشفع و الوتر هذه 11 ركعة و هذه اللي تسوي أنت بارك الله فيك بالنسبة للتسبيحات المئة بارك الله فيك إذا والله تقول يعني آتي بها أحيانا طيب هي ليست مقيدة أخوي الفاضل المئة تسبيحة بعد سنة العشاء البعدية لأنك قلت أنت بعد صلاة العشاء صلي ركعتين و أسبح مئة تسبيحة لا هذه ما هي بواردة ما عندنا التسبيحات تكون بعد صلاة الفريضة 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة و تماما مئة لا إله إلا الله و وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و على كل شيء قدير لكن أنك تجيب أحيانا ما في بأس لكن لا تعتقد بأن هذا هو الذي وظفه النمسلم و أعينه و كيفه في هذا المكان لا الرسل ما قال هذا الشيء و إنما قال يعني أرشد إلى التسبيح و التهليل و التحميد و الاستغفار العام قبل النوم لما تجي تضع رأسك على الوسادة سبح 33 مرة و قل الحمد لله 33 مرة و قل الله أكبر 34 مرة هذه 100 التسبيح 33 التحميد 33 التكبير 34 هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه و آله وسلم طيب راشد عندي مكالمات تنتظر كثيرا إن شاء الله بعود لي سؤالك الثاني أنت والأخ جابر و أيضا أبو مانع لكن خلونا نأخذ هذه المجموعة فضل يا ناجي السلام عليكم عليكم السلام عندي أربعة ثلاث سريعة تفضل أول ما صحة الحديث أن الميت يسمع قرع لعال الناس بعد فراغه من دمه طيب سؤال الثاني ما هي السنة في راتبة الجمعة هل هي أربعة ركعات أم ركعتين أما يقال نصلي أربعة ركعات في المسجد و ركعتين في المنزل و هو الأرض نعم سؤال الثالث لاحظ بعض المصلي طبعا عندما اجتشف السفور هو على حسن نية يطبق السنة سيئها بعد أن يساوي بين الملاك والأقدار يبعد بين قدامه بالزايد تجدنا فرح كثير بين الرجلي فما حكم دائما إن شاء الله سؤال الرابع ما المقصود في الحديث الذي يصلي الصلاة مع الأيمان أعظم أموها أجر من الذي يصليها ثم ينام هل المقصود أنه يصلي وحده مع جماعة ما فانتش الحديث هذا جزء من الحديث أعطني الحديث يا ناجي أول حديث البداية الحديث هو يقول استغفر الله بداية الحديث يقول أفضل الصلاة أبعدها ممشا نعم ثم بعد يقال الذي يصلي الصلاة مع الأيمان أفضل منها من الذي يصليها ثم ينام أعطر عليك الحديث طيب يا ناجي طيب أبشر أبشر الله حياك الله عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام السلام خير هيا كلاش سؤال واحد الشيخ لكم نتطوي طبع الشيخ الزمن يعني ضعف المسلمون الشيخ من جميع أنه واحد حتى العربي الشيخ ضعفه مسألة التقنية واللغات والعلم الحديث بشكل عام نعم حيث أنه أضع الشيخ في اليوم ثلاث ساعات واربع ساعات في اليوم في اللغات والتقنية والبرمج وغير هل هذه الشيخ سأتبر مضيئة للوقت يعني والنية أني أنا أريد فيها خدمة الأمة وإيضا الصورة العامة الشيخ المجتمع يعني الأسف الشيخ ينظرون إلينا نحن طلبة العلم الشرعيين أننا درويش يعني ولا نفس نعم فنتعلم هذا الأمر خدمة الأمة وإيضا نوقحة صورة للناس أنه لا كانوا قبلنا العلم من قبلنا في السبيض ياسر وشيخ وشيخ كانوا أيضا عرب وكانوا نجح في الموضوع إن شاء الله عبدالعز واضح سؤال كأبشر إن شاء الله مرحبا الله السلام في قول اللهم صلي على سيدنا محمد الصلاة الكاهيمية نحن نقول اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد فإذا قلنا باختصار اللهم صلي على سيدنا محمد فأخت تقول ما يجل تقول سيدنا محمد لأن السيادة لله سبحانه وتعالى هذا صحيح إن شاء الله أبشر يا عفير في سنة الفجر أيوة سنة الفجر أنا أقرأ صورة الإخلاص والكافرون نعم سنة الفجر فهل يعني تكراروا كل يوم كل يوم ما يجوز ولا لازم نقرأ صورة الإخلاص والكافرون يعني في سنة الفجر دائم إن شاء الله طيب أنا أحسن من سكان الطايف نعم يعني بيتي المستقرة الطايف لكن حين أنا يعني عايش في مكة يعني ما نقل التقرار يعني المستقرة لا يعني رايحة طالع وجي يعني كل شهر وكذلك كذا فإذا طلعت الطايف هل أقصر في الصلاة وعندك بيت هناك أي وعندك بيت هنا بس بني مستقرة يعني رايحة وجي كل شهر يعني أسبوعين ثلاثة فإذا طلعت الطايف هل يعني أقصر في الصلاة أو أصلي عادي إن شاء الله عفيفة أنا سبق سألتك عن التورق في الصلاة أنا أصلي أنا واثفة أنا صحيحة عملية فأصلي أصلي على كرسي إيه أصلي أنا واثفة أن أصلي واثفة لمن أجل التشهد فما أجل أتورك شير يعني إن شاء الله شكرا جزاك الله خير العافية مرحب مرحب أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخير على هذا البرنامج القائمين عليه يا رب يا شخص أمرأة مسجل تسمع للقرآن من المسجل من الرادو يعني تسمع وتردد مع القرآن ولا تنسك المصحف يعني ما تقرأ من المصحف دائما تسمع من القرآن فهذه تعتبر هاجرة للقرآن الكريم إن شاء الله شكرا جزاك الله خير مرحب مرحب فضل صديق صديق من السودان السلام عليكم عليكم السلام كيف تعليني تفضل الإمام بعدي يصلي يدعوه المؤمن يقوله أمين جايزة كلامنا ويقوله جيدة برام أي صلاة هذه أي صلاة فريضة الفريضة بعد الفريضة أو في الفريض بعد الفريضة بعد الفريضة بعد تصلي الوقت الإمام بعد الفريضة بعض الفريضة طيب طيب أفاق يا صديق حاول حاول يا صديق تفضل نهى نهى من الدنمارك السلام عليكم يا شيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيف الله يبارك بيك أنا كنت على ذمة إنسان صار مشاكل عائلية بيناتنا وكان الإنسان هذا دائما يتهمني بالزنة قتام أولادي وبتام العالم وبتام كل يعني وبعد ما صار تم الصلاق همين نفس الشيئي وراء وطلقنا رجع الرجل رجل رجل جاءني بعد تقريبا شهرين لو تلسس شهر ولما رفضت بأنه اتهمني همين تهم جيدة بأنه هاي أمكم الزوجة بسر يعني هذا الزنة هذا موض الزواج وضلي شهر بهالموضوع يمين يسار وأنا والله ما عارف ما عارف يعني شاكل لا أقدر هو أكثر ما أطلقه لا أقدر أرجع ولا أقدر يعني أخذ موقف يا ريت تسيبني يا شيخ الله يبارس أنت الآن مطلقة يا نوها ها أيوة مطلقة الآن عندك أولاد منها عندي أربع أولاد ايه طيب يا نوها أبشري الله يبارس بك يا شيخ أكون ممنونة إن شاء الله طيب أكتفي بهذا القدر أرجع الأخ راشد من العين في سؤال الثاني يقول واحد صار بينه وبين زوجته مشاكل أجبرت على الطلاق بعدين غيرت راية يقول إن ذا راحوا في الصباح يقول وراحوا المطوع وقال هذا ما بطلاق وهذا غضب وأنا سألت راشد قلت له كم طلقة قال ثلاث طلقات راشد الله يرضى عليك يبارك فيك أولا بالنسبة للطلاق ما دام أنه قد تلفظ به أنه طلق قال أنت طالق وكذا الطلاق واقع الطلاق واقع الأمر الثاني لا يجوز للناس أن يتساهلوا في السؤال عن الطلاق كل أحد أئمة المساجد المؤذنين ليس لهم الحق أبدا أن يفتوا الناس في قضية الطلاق بل كثير من العلماء وطلبة العلم ليس لهم الحق وإنما الذي يتصدى للطلاق المحكمة الشرعية أو المفتي وليس كل مفتي أيضا يرضى بأن يفتي في مسائل الطلاق ولذلك على الناس أن يخافوا الله الآن للأسف بعض الناس عندهم قضية الطلاق وإرجاع المرأة سهل جدا يطلق بالأمس ويروح له الواحد يمكن ما يعرفه مجهول الحال شاف سيماء خير وكذا وقالوا وش رأيك بكذا ولذلك في مصائب وكوارث فيأخي راشد الله يرضى عليك يجب على هذا الزوج أن يروح للمحكمة أو يروح لدار الإفتاء أو لشخص معروف والناس يثقون به وهو قد تصدى لهذا الأمر ويطرح عليه مشكلته ما يجوز أنه يستفتي كل أحد ولا يجوز أبدا للمرأة أنها تستفتي عن زوجها للأسف بعض النساء مثل حالة هذه تجبر زوجها وتلح عليه وتضغط عليه حتى يطلقه وإذا طلقها ندمت قالت لا أنا ما أقصد وأنا كذا ثم تروحي بنفسها تروح تستفتي نيابة عنه وأكبر خطأ وإذا شفت واحد أفت المرأة قال لها كذا وكذا أعرف بأن هذا مهم مفتي هذا الععاب مهم مفتي أبدا أي مفتي ما يفتي المرأة بالطلاق لماذا؟ لأن المرأة ما تملك الطلاق اللي يملكها الزوج الرجل هو الذي يملك الطلاق ولا تقدر تفسر نيته هي الحرمة الزوج هو الذي يفصح عن نية ولذلك ما في مفتي صادق يفتي مرأة في الطلاق أبدا أبدا وأي شخص يفتي مرأة يقولها ما عليك شيء أو عليك شيء اعرفوا أنه لعاب مهم مفتي هنا هذا إنسان عادي ولا عامي ولا إنسان لعاب المفتي هو الذي متصدي للفتوى بالطلاق هو الذي يأتي بالزوج الزوج هو صاحب الطلاق هو الذي يملك التطليق هو الذي يستفسر منه المفتي وإذا احتاج المفتي أن يسأل المرأة استدعاها يحيون بعض المفتين مثلا لا يرى الطلاق في الحيض لا يرى الطلاق في النفاس لا يرى الطلاق في طهر مسها فيه مثلا فيبدأ يسألها يسألها بعدما يأخذ المعلومات كاملة من الزوج في راشد الله يرضى عليك لا تقبلوا مثل هذا الكلام ويجب على المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على فعلها لماذا لأن النفس قال أي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا الحرمة واضح أنها طلبة الطلاق من غير بأس بدليل في الليل تقول اطلقني وفي النهار تقول لا ارجعني دلالة على أن واقع في ذنب عظيم تخاف الله عز وجل وتتوب إليه وتندم وإذا علم الله صدق نيتها وتوبتها وندمها بيسر أمرها لكن هذا ما نحن ما نفتيك هنا في البرنامج لازم تروحوا للمحكمة بارك الله فيك جابر من رأس الخيمة يسأل يقول يريد حديث إذا دخلت المسجد والإمام راكع يقول كيفية الركوع قبل الصف يعني والدخول في الصلاة أخي الفاضل طبعا جابر يمكن بعض إخواني المشاهدين وإخوات المشاهدات ما استوعبوا صورة السؤال صورة السؤال أن شخص مسبوق يدخل المسجد والإمام راكع هو يريد أن يدرك الركعة بالركوع فهو يعتقد بأنه لو ظل ماشي سيرفع الإمام وتفوفت عليها الركعة فهو يركع دون الصف يعني وراء المصلين يقول الله أكبر ويركع ويمشي يدب يدب راكعا حتى يدخل بالصف هذا والمعنى هذه صورة المسألة طيب هذه المسألة فيها خلاف طويل يا أخي الفاضل من أهل العلم أن يبطلها يقول لا يجوز لأن الحالة التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة من أهل العلم أن يذهب إلى أنها سنة يقول هذه سنة ولذلك عمل بها الصحابة ومن أهل العلم أن يكره ذلك وهذا الذي يظهر والله أعلم أن يكره ذلك ما ينبغي لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم من المسجد أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فاقضوا أو فأتموا كما في اللفظة الأخرى هذا قول النبي سلم الأمر الثاني حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي كبر دون الصف و دخل في الصف ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعود فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال زادك الله حرصا ولا تعود و لذلك يا أخي الفاضل الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يركع دون الصف و قد ورد حديث حسنوا كثير من أهل العلم حديث أبي هريرة إذا دخل أحدكم مسجد فلا يركع دون الصف فلا يركع دون الصف و لذلك لو حصل ما نستطيع نبطل الصلاة لأن عندنا نص أن بسلم ما أبطل صلاة صلاة أبي بكرة و لكن لا يفعل لأن هذا مكروه بارك الله فيك أبو مانع من عجمان يقول عندنا قرية ريفية يقول يبنون بناء اسم انتي على القبر بسبب دخول الكلاب إلى المقبرة و الهوام و شيء من هذا القبيل يقول ما حكم ذلك أخوي أبو مانع بارك الله فيك أولا يحرم البناء على القبور و يحرم تجسيصها و البناء عليها و تشييدها و رفعها و قد نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن ذلك ففي حديث علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي التياه قال له قال له على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعى قبر مشرفا إلا سويت و لا صورة إلا طمستها و لذلك يحرم رفع القبور و البناء عليها و تشييدها و وضع كذا الأمر الثاني بالنسبة للقبور التي يخشى من دخول الكلاب أو الهوام و أذية المقبورين فإن هناك وسائل غير البناء الإسمنت عليها هناك وسائل يا أبا مانع غير البناء الإسمنت عليها من ذلك تعميق القبر فإذا وجد في قرية مثلا مقبرة تدخلها الكلاب يعمق القبر يعمق و يكثف من التراب و أيضا ممكن أنه التراب ييبس بحيث أنه يعني يشرب بالماء هذا واحد الأمر الثاني وضع الحصى الكبير على القبر فلا بأس بوضع الحصى أو الحصبة يسمونها الصغير أو الكبير على القبر و هذا يمنع من دخول ما يؤذي الميت الأمر الآخر أن تتعاهد الجهة بوضع سور للمقبرة و أن تمنع من دخول الكلاب و الهوام و شيء من هذا القبيل إلى هذه القبور و لذلك أخ الفاضل أنا لا أرى جواز البناء الإسمنتي على القبر ما دام أنه يوجد وسائل أخرى أما والله إذا لم توجد مثلا و أنا ذكرت بأنه يوجد بالإمكان ممكن لكن الآن جرت العادة طبعا ليس المقصود إذا قلت ممكن البناء لا و إنما مثل ما يسمى الطابوق هذا أو البلوك يعني يوضع على الجهات القبر الأربعة مثلا و ممكن أنه يغطى بالحصبة لكن لا يفعل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع القبر أكثر من شبر نهى أن يرفع القبر أكثر من شبر و إنما يفرش بالحصبة مثل ما فرش قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرش يفرش بالحصبة بالحجر الحصة يعني الحصة المعروف و هذا يمنع حقيقة و أكثر المقابر معمول بها في مثل هذه الصورة أبو مانع يقول عندنا بعض النساء في الريف هذا الذي ذكره يقول يصلون بعد التراويح ثم الركعات يعني يقول ما حكم ذلك أبو مانع بارك الله فيك أولا بالنسبة يعني النساء إذا كنا يصلين التراويح في البيت مثلا ثم الركعات ثم يوترن بثلاث مثلا فما في داعي إلى أنهن يصلين ثم الركعات بعد ذلك أنا لا أحفظ نص في هذا لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة الكرام و يمكن هؤلاء النساء يعني أرادوا أن يلفقوا بين قولين فيما يتعلق بـ 11 ركعة و فيما يتعلق بثمان ركعات حتى يصلوا إلى عدد معين مثلا على بعض الأقوال على بعض الأقوال و لذلك أخ الفاضل انصحنا بأن يكتفينا بـ 11 ركعة و إذا أحبارنا و ابن الزيادة ما في داعي أنهم يصلون و يقولون التراويح و بعدين يصلون ثمان ركعات ما في داعي و إنما يصلون النبي عليه الصلاة و السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين يصلون ثمانية عشر اثنى عشر يصلون 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 أربعة و ستة و ستة و ستة و ثلاثين واحد مثلا إلى مثلا اثنين و عشرين أو عشرين مثلا و بعدين يترون بركعة يترون بركعة و أفضل الهدي هدو النبي عليه الصلاة و السلام كان لا يزيد لا في رمضان و لا في غير رمضان على احدى عشرة ركعة و هذا لا يعني عدم جواز الزيادة لا يزدنا لكن الطريقة اللي ذكرتها غريبة بالنسبة لي أنا ما أعرف لها أصل و قل لهم بأنهم يجعلون آخر صلاتهم من الليل وتراء لكن إذا حبوا أنهم يقسمون القيام في رمضان على يعني الليل يصلون ثم ركعات أول الليل لا يترون و بعدين في آخر الليل يصلون ثم ركعات و يجبون الشفع و الوتر هذا طيب و لا بأس به ناجي من ليبيا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة يقول ما صحت حديث إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبري أو إذا ولوا ناجي بارك الله نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة أخبر عن الميت حينما يوضع في القبر و لما ينتهي أهله من دفنه قال و إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ما هذا رجل من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ربي الله و ديني الإسلام و نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما المنافق والعياذ بالله نفاق اعتقادي فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ناجي يسأل هل راتبة الجمعة أربع ركعات أو ركعتين أخي ناجي بارك الله فيك ورد أربع ركعات و أيضا ركعتين ورد أربع ركعات و أربع ركعتين أو عفوا و ركعتين و الفعل الصحيح مع هذه الركعات إذا صلىها في المسجد صلى أربعا و إذا صلىها في البيت صلىها ركعتين قالوا لأن الصلاة في البيت أبعد عن الريع و يكون بينه و بين ربي فيكفيه ركعتين و أما في المسجد فيصلي أربعا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام و أيضا من حديث ابن عمر و غيره ناجي يقول نلاحظ بعض المصلين يباعد بين قدميه حتى أنه لا يعني يوسع بينهم ما حكم ذلك هذه مخالفة هذه مخالفة بعض الناس محب للسنة لكن يخطئ الطريق يخطئ الطريق الإنسان إذا وقف في الصلاة يضع كتفه على كتف من بجواره و هو يقف و يقف بحيث على عقبيه يعني يجعل جسمه منصب صبابا على مؤخرة قدميه العقبين يعني هذه الوقفة الصحيحة بحيث أنه لا يجمع القدمين لا يجمعهم و لا يفرق بحيث أنه يختل توازنه و يحدث فروجات أثناء السجود و لذلك يقف باعتدال يضع الكتف على الكتف و القدم على القدم و يتراس يعني إذا شعر هو الآن واقف ثم اقترب من الذي عليمينه ينبه الذي عليه ساره بأن يأتي إليه لا هو يذهب إليه لأنه لا يكون اعتدال في الصف فينبه إلى أن يأتي إليه و الثاني ينبه الذي وراءه بهذه الطريق و لذلك و سلم كان يأمر بالتراس هذه طريقة التراس أن يأتي الذي على اليسار إلى اليمين و الذي على اليمين إلى اليسار حتى يقف و كالبنيان المرسوس كما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة و السلام ناجي سأل عن حديث حقيقة ما يحضرني الآن يعني أفضل الصلاة أبعدها ممشى ثم ذكر حديث إلى أن يصلي مع الإمام أفضل من أن يصليها إذا نام حقيقة ما يحضرني هذا الحديث وأحتاج أنني أراجع هي ناجي عبد العزيز من السعودية طبعا ذكر يعني مسألة وهي يقول بأن يعني الآن أهل الإسلام ضعيفون في مسألة التقانات و يقول بأن أحيانا أنا أجلس أربع ساعات على التقانات هذه أقضي الوقت لخدمة المسلمين يقول للأسف في نظرة سيئة عن العلماء و المشايخ و طلبة العلم بأنهم دراويش و لا يحسنوا مثل هذا الشيء فيريد يعني كلمة في هذا عبد العزيز بارك الله فيك أولا بالنسبة لشريعتنا الإسلامية تدعو إلى الأخذ بكل ما هو جديد و بكل ما هو نافع للجنس الإنسانية و لذلك المتأمل في يعني السوابق التاريخية منذ بعثة النبسلم و استنطاق الواقع اللي نحن فيه الآن يجد بأن أهل الإسلام في الغالب يأخذون بزمام المبادرة في مثل هذه الشغلات و لا يعرف أبدا عن عالم أفتى بحرمة استعمال التقانات أو ما يسمون التكنولوجيا أبدا بل العلماء كلهم يؤيدون هذا و يعتبرون من أعظم الوسائل اللي تخدم الدين و الدنيا الدين و الدنيا و اللي أعرف أنا بأن أكثر الناس عناية بهذا هم اللي تقول عنهم دراويش أو يقولون عنهم دراويش المشايخ و طلبة العلم أكثر الناس استعمال التقانات يستفيدوا منها في نواحي شتى حتى الدعوية الآن أغلب المواقع الفتوى و مواقع الدروس العلمية للمشايخ لكبار المشايخ و لكبار العلماء فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هناك نظرة قاصرة في الواقع للحكم على أهل العلم أهل العلم و أنا ليك يعني مقال قديم كتبته في مثل هذا الأمر فيما يتعلق بضرورة الأخذ بزمام المبادرة في كل ما يتعلق بخدمة الجنس الإنساني و خدمة المسلمين على وجه الخصوص من خلال هذه التقنات و هذه التطور الدول نول الله الحمد للخليج الآن تعيش طفرة خاصة في جانب الاقتصاد الآن الحمد لله في جانب عفوا التقنات أقمار صناعية و أشياء جميلة جدا فما في داعي لهضم الحق بمثل هذا الصورة أو محاولة يعني بعث الهزيمة النفسية ليس بصحيح الكلام هذا الواقع يكذب مثل هذه النظرة عموما أخي الفاضل جلوسك الساعات هذه لأجل خدمة المسلمين و نشر الوسطية و الاعتدال و نشر الخير بين الناس هذا من أعظم الأمور الآن أعتقد بأنه يستطيع الآن كل أحد أنه يضرب بسهم في مسائل الدعوة إلى الله في مسائل العلم في مسائل نشر الخير من خلال هذه التقنات في أناس مجهولين لكن الله يعلمهم سبحانه وتعالى لهم أعمال جليلة ما يعرفها الناس لكن يعرفها رب الناس من خلال مثلا نشر المصحف الشريف نشر صائع البخاري صائع مسلم دواوين السنة نشر فتاو العلماء المشهود لهم بمتانة الدين و الورع و التقوى و مخافة الله عز وجل و الناس أجمعوا على إمامتهم و على الأخذ عنهم هؤلاء ناس ربما جالس في بيتهم ما أحد يعرفها ما أحد يعرفها لكن أعطاها الله عز وجل هذه الرغبة و هذا الميول لقضية التقنات هذه فاستخدمها في نشر الخير فأصبح الخير يدخل بيوت كثير من الناس و لذلك على الناس للأسف الشديد و أنا أتفق يعني مع بعض اللي يقولون أن أغلب الناس عندنا التقنات بين أيديم لكن استخدامهم سيء لها يستخدمون استخدام سيء للأسف الشديد و يعني بعض الناس الآن يعني عنده 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 موازنة غريبة جدا يعني عنده مثلا التقنات هذه لازم أدخل فيها على الفساد أو أدخل فيها في الشر مو بصحيح الكلام هذا يعني بعض الناس الآن عنده السفر و السياحة يساوي ماذا الفساد غير صحيح الناس تذهب و تسافر لشم هوا تغير جو يعني تنظر في آيات الله عز وجل في هذا الكون ليس بالضرورة أنه يلزم من كذا كذا لا يلزم أن يكون بيد الإنسان يعني شيء من هذه التقنات أنه يستخدم في الخير استخدم في الخير الآن هذه التقنات يستطيع الإنسان من خلالها والله يستطيع أن ينشر خير عظيم و يكون في ميزان حسناته لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم و لذلك خالفاظ ما دام عندك الرغبة استعم بالله و أهم شيء التثبت يا عبد العزو و واضح أنك طالب علم ما شاء الله التثبت و التأني و التروي محاولة قدر مستطاع نشر الوسطية و الاعتدال لأن في عالم يموج بالغلو عالم يموج في التفريض فالوسطية و الاعتدال و يعني أن يكون هناك عقل ناضج في معرفة يعني الحكمة في قضية لأنه ليس كل ما يقال يذكر و ليس كل ما يعلم يذكر و هكذا بهذه الطريقة بارك الله فيك عفيفة من السعودية تقول يعني بالنسبة للصلاة الإبراهيمية تقول أقول اللهم صلي على سيدنا محمد تقول قالت لي أخت بأن هذا لا يجوز لأن السيادة لله عفيفة بارك الله فيك كلامك هذا في شيء صحيح و في شيء غير صحيح أولا السيادة لله نعم السيد هو الله جل وعلا لكن النبي عليه الصلاة و سلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر فالنبي عليه الصلاة سيد ولد آدم و لذلك نحن نقول سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة و السلم لكن في الصلاة هل في التحيات ورد أو ثبت أننا مسلم لما علمنا التحيات قال قول اللهم صلي على سيدنا أبدا ما ثبت في هذا شيء أبدا و لذلك اخت الفاضل خارج الصلاة نعم نقول اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد على سيد ولد آدم ما في بأس بل هذا من تكريم النمسلم و من تعظيمه و من توقيره أما في الصلاة فلا لماذا لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي و لذلك كلام الأخت لك صحيح لماذا لأن ما في نص الرسول عليه الصلاة و سلم علمنا كيف نصلي كيف نصلي يعني وصف الصحابة لنا صفة صلاة النبي شيء عجيب ما ذكروا أنه قال في صيغ التحيات أنك تقول اللهم صلي على سيدنا معنى و السيد و هذا لا يلزم لما نقول كذا أنه والله ما نعظم رسول هذا غير صحيح الآن لما نقول سمع الله لمن حمد ربنا و لك الحمد بعض الناس يضيف ماذا الشكر و هذا غلط ليش لأن رسول الله ما قال الرسول ما قال يعني الشكر أعظم من العبادات العظيمة من العبادات العظيم لكن لما نوظفها في الصلاة نقول وين الدليل وين الدليل فبارك الله فيك و بعض الناس يقول الله تعودنا لا عود نفسك على السنة عود نفسك يقول الله أنا يعني من قديم و من طلعت على الدنيا و من الكلام هذا لا لا غير غير ما دام أنه يعني الحمد لله بصرك الله و نورك و جاء من يعلمك بارك الله فيك عفيفة تقول بالنسبة لصلاة سنة الفجر تقول دائما أقرأ فيها سورة الكافرون و الإخلاص هل استمرارية عليها تكرار سنة الجواب نعم لماذا لأن النبي السلام هو الذي وظف هاتين السورتين في سنة الفجر فأنت تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقول يا الكافرون في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقول لوحة طول الزمان على طول الزمان ليش لأن هذه سنة ثابتة في هذه الصلاة عفيفة تقول أنا من سكان الطائف و أعيش في مكة الآن تقول أحيانا أروح ما بين الشهر و الشهرين تقول أروح للطائف لما أروح للطائف عندي بيت هناك هل أكون مسافرة الجواب لا مدام عندك بيت يا أخت الفاضلة أنت لك إقامة ثانية إقامتك في الطائف و إقامتك في مكة فإذا وصلت الطائف ما تقصرين و لا تجمعين و إنما تصلين صلاة مقيم عفيفة تقول بالنسبة للتورك تقول أنا أصلي واقف و لا أستطيع و إذا جلست أجلس متربعة هل أتورك الجواب لا لماذا أولا لأنه سنة الثاني عندنا أن الواجب إذا لم يستطع به الإنسان سقط عنه فكيف بالسنة و القاعدة أنه لا واجب مع العجز و لا حرام مع الضرورة فأنت غير قادر يا أخت الفاضل فما تكلفين نفسك في سنة قد تتعبين و ربما يضاعف عليك الألم ما تأتي بها بارك الله فيك أم محمد بن أبوظبي تقول هناك امرأة تستمع أو تسمع القرآن من المسجل دائما و تردد يعني خلف القارة تقول ما تمسك المصحف هل تكون يعني هاجرة للقرآن ما أعتقد يا أخت الفاضل أن تكون هاجرة للقرآن ما دم أنها الحمد لله تستمع إلى القراءات من القراء المشاهير مثلا و تصغي إلى ذلك ما عليها شيء و لله الحمد و المنه لكن طبعا يا أخوتي محمد القرآن يعني وضعه في اليد جميل و النظر إليه شيء عظيم و لذلك لا يهجر الناس القرآن بالمعنى اللي قصدت الهجر الترك يعني أنه دائما بعض الناس الآن عنده القرآن في المحمول أو مثلا في هذا و ينسى أن في بيته قرآن لا طيب أنك تأخذ القرآن و تقرأه و تنظر فيه مثلا أحيانا أما يعني تركه كامل لا ما ينبغي لكن ما نستطيع أن نحكم عليه بالهجر الذي جاء النهي عنه و قال رسول يا ربي بأن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة و ما هجر القرآن يعني هجر الآن يقرأ الحمد لله و يستمع هذا ليس بهجر صديق من السودان يقول عندنا إمام بعد الفريضة يدعو و يؤمن الناس وراءه ما حكم ذلك يا صديق بارك الله فيك أنا بالآمس أعتقد بأني أجبت أحد الأخوة من عمان أظن و بيّنت بأن هذا غير مشروع فالنبي عليه الصلاة و السلام و الصحابة الكرام لم يثبت عنهم أولا لا تكبير جماعي و لا دعاء جماعي و لا تلبية جماعية و لا شيء من و لا قراءة جماعية ما فيه و لا قراءة جماعية النبي عليه الصلاة و صاحب الشرع و الذي نأخذ ديننا منه ما كان بعد الصلاة يرفع يديه و يقول للناس أمن و رائه ما كان عليه الصلاة و السلام الصحابة الكرام رضي الله ما كان بل كان ينكرون و لذلك بن مسعود لما قيل له تعالوا انظر ماذا حصل في المسجد فدخل المسجد وجد جماعات في المسجد كل جماع عليها عريف هذا يقول سبحان الله يقول سبحان الله سبحان صوت جماعي هذا يقول قولوا كذا فكشف اللثام عن وجه و قال تعرفونني قالوا نعم أبا عبد الرحمن عبد الله مسعود قال ما هذا الذي تفعلون قالوا والله ما أردنا إلا الخير قال كم من مريد للخير لا يدركه هذه ثياب رسول الله لم تبلى و آنية لم تكسر و أصحابه بينكم متوافرون أبيتم إلا تغيير دين النبي سلم أنكر عليه من كار شديد معنى عبادة لكن وظفوها بشكل و بطريقة و بهيئة و بحالة هذا أنكره بن مسعود و كان الصحابة ينكرون مثل هذا الأمر و لذلك كلم الإمام و بيّن له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا و الصحابة ما فعلوا هذا و لذلك أحيانا يعني بعض الناس قد يستحسن الشيء و ما عنده دليل في هذا العبادات مبنية على التوقف و المنع و البطران حتى يأتي الدليل بارك الله فيك صديق أخت نوها أعتذر منك الجواب على مشكلتك يحتاج وقت و الآن وقت البرنامج انتهى فانتظريني غدا إن شاء الله في أول البرنامج بحول الله و قوته أجيبك على سؤالك و أقدم لك نصيحة بارك الله فيك أستودعكم الله الذي لا تضيع و داعوه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا فاسألوا أهل الذكر